طيب الآن سوف أتكلم عن موضع كيف أدير قناتي بعد ما أصبحت قادر على عمل البث يعني وإني أبث تمام على سبيل مثال في هذه المرحلة تحتاج أنك تدير قناة في نفسك أو أنك تضيف أشخاص آخرين نبدأ أولا مع إضافة الأشخاص الآخرين تذهب إلى لوحة تحكم منشئين محتوى كيك دوت كوم داشبورد ستريم بعدين توجه إلى المشرفون بعدين تضغط على إضافة جديد بعدين تكتب اسم المشرف الخاص فيه على اسم المثال تمت إضافة المشرف المشرف الآن بإمكانه أن يتحكم بكل سلاسة لكن الآن سوف أشرح من جهة صناع المحتوى بعدين ننتقل إلى واجهات الإداريين كصناع المحتوى بإمكانك أنك تكتب رسائل واتحكم في هذه الرسائلة على سبيل المثال عند الضغط على الرسالة أو الوقوف فوقها بإمكانك حذف الرسالة أو تثبيت الرسالة إذا ثبتت الرسالة ستكون رسالة مثبتة أيضا بإمكانك من هنا أنك تحذف الرسالة أو تخفيها يعني بعد ما تشوفها ممكن أن تخفيها أو أنك تقرر تحذفها كإدارة أما كمستخدم لأن تستطيع حذفها وأنها فقط تخفائها بإمكانك أيضا أنك تحذف الرسالة العادية بإمكانك أيضا أن تقوم بعمل على سبيل المثال بكتم مستخدم معين سوف أقوم يعني بعمل مثال إن شاء الله أن كيفية كتم مستخدم معين بإمكانك أيضا حذر مستخدم معين نتظر قليلا سوف أحذر الهاتف طيب عدت الآن من خلال الهاتف سوف أقوم بإرسال رسالة كمستخدم كما تلاحظون هذه الرسالة بإمكاني حذفها أو الجواب عليها الرد يعني أن يكتب له الرسالة أو أني أقدر أضغط على المستخدم نفسه وأقوم بحظره أو بكتمه الحظر هذا يشمل حظر دائمي ويشمل أيضا حظر مؤقت اللي هو خمس دقائق ست دقائق سبع دقائق نقيقة واحدة يوم وإلى آخره أيضا بإمكاني الإبلاغ عن هذا المستخدم أو كتمه على سبيل المثال الكتم يسمح المستخدم بالكتابة يعني بإمكان المستخدم أن يكتب لكن لن يظهر لك أمامك في إرشات إلا إذا رفعت الكتم بإمكانك أنك تضغط على الرسالة على سبيل المثال وترى رسالة اللي هو قد كتبها سابق أنا بعد ما رفعت الكتم كما تلاحظون كتبت رسالة أخرى والوضع طبيعي جدا فعندنا حظر دائمي وعندنا حظر مؤقت وعندنا الكتم في حال يوجد شخص يعني يقوم بعمل إرسال رسالة كثيرة أو إسبان أنصح التعبير طبعا كما الأخب عليكم زر المتابعين فقط يعني الأشخاص المتابعين فقط هم الذين يستطيعون التحدث وهذا الزر بإمكانك أنك تفاعله لمدة 6 دقائق بعدها يستطيع الشخص أن يتكلم أو 5 ساعات على سبيل المثال كأقصى شيء يعني أو بإمكانك دقيقة واحدة أو حتى صفر يعني الشخص بمجرد ما يتابعك رح يستطيع أن يكتب في الشات وهذه ميزة يعني مهمة لليصنع المحتوى أيضا بإمكانك إضافة الكلمات الممنوعة هنا كما ترون يعني وتوجد أيضا أدوات أخرى مثل الوضع البطيء في حال كان عندك عدد مستخدمين كثيرين يكتبون رسائل كثيرة فبإمكانك أنك تفاعل وضع البطيء للشات وتقدر تخليه خمس ثواني أو أكثر أيضا الدردشة من خلال فقط الصور أو رسوم التعبيرية اللي هي الإيموجيز يعني تكون هكذا فقط أيضا Advanced Boot Protection اللي هي حماية توفر لك حماية عندما يكون عندك سبام كثير تتعامل مع المستخدم هذه المرة يكون الوضع التأخير يكون من جهة المستخدم وليس من جهتك أنت فالمستخدم في بثوثك ما يستطيع أنه يسوي سبام كثير بتأتيها رسالة تحذيرية أو تطلب منها الانتظار قليلا حتى يعيد إرسال رسالة أخرى فهي مفيدة يعني طيب الآن سوف ننتقل إلى الشرح من جهة الإداريين ونعود طيب عدنا الآن قمت بالتسجيل بحسابي كوني إداري سوف أذهب إلى القناة التي أنا إداري فيها بمجرد دخولي إلى القناة وهي Offline يعني خارج أوقات البث على سبيل المثال أو حتى داخل أوقات البث ستجد هنا زر اسمه لوحة تحكم المشرفين عند الضغط عليه بإمكانك أنك تحصل العديد على المزايا من ضمنها الشرط الممنوع أنك تضيف شرط ممنوع تفعيل الحماية من البتات أو حتى الدردش التعبيري الوضع البطيء دردشها مخصصة لمتابعين فقط أيضا كذلك بإمكاني أن أقوم بحضر أو كتب مستخدم معين أو حضرها بشكل مؤقت كل الخواص أملكها لكن الفرق الوحيد الآن في لوحة التحكم وهو تغيير العنوان تغيير العنوان طريقته تختلف عن طريقة صانع المحتوى وأيضا هي طريقة سهلة على سبيل المثال كنا نريد أن نغير العنوان سوف نغير العنوان ثم نضع العنوان وهو سيكون أهلا وسهلا بكم على سبيل المثال ونضغط بعدها زر الانتر حاليا ما أقدر أني أعدلها بسبب أني أوفلاين سوف أفتح بث ننتظر شوية طيب الآن كوننا نفتح بث البثنا عنوانه بث تجريبي سيكون تايتل أهلا وسهلا بكم في قناة فيك العربية نضغط انتر تم تغيير العنوان بكل سهولة أيضا بإمكاننا نغير اللعبة أو المحتوى الذي نبثه نضغط نكتب كاتيجوري ونضغط انتر هذه المرة نختار الذي نريده على سبيل المثال league of legends ممكن تكون أو أي لعبة أو أي محتوى آخر أو حتى software development أي شيء كان ونضغط على زر الادخال سيتم تغييره فهذا هو الفرق الوحيد للإداريين طيب في الشرحات القادمة سوف هتكلم عنه كيف ممكن كصانع محتوى بإمكانك طيبject уб إمكانكك تضيف اختصارات لمثل هذه الأمور داخل OBS ننتقل لأ الشرح الآخر اشتركوا في القناة